السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلين فيكم أصدقائي في فيديو جديد وخدعة جديدة من قناتنا قناة RM اليوم عندنا خدعة كثير حلوة وبسيطة بأوراق اللعب طبعا كثير حيكون تأثيرها للشخص الأمامنا مفاجئ انه كيف عملنا نحن هي وقبل ما نبلش بخدعتنا بتمنى من مشاهدينا العزاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتشوفوا كل فيديوهاتنا الجديدة وهلأ خلينا ننتقل لخدعتنا طبعا أصدقائي خدعتنا هلأ هنبلش فيها هلأ هنحكي له للشخص الأمامنا انه رح نخربط أوراق اللعب ونحكي له للشخص الأمامنا انه يختار رقم من اللي داعش للعشرين هلأ فرضا نختار الشخص الأمامنا الرقم خمسة عشر هنحكي له انه نحن هلأ رح نعد خمسة عشر كر واحد كنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر ثمانية 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 سنأخذ الخمسة عشر كرت طبعا أصدقائي ونحكي له للشخص الأمامنا انه هو اختار العدد أو الرقم خمسة عشر بإرادته اختيار عشوائي من ضمن الأقام من اللي داعش للعشرين ونحكي له انه هو اختار الرقم خمسة عشر حنحكي له انه الرقم خمسة عشر مكون من الخانتين هي الواحد والخمسة اذا جمعناهم قديش هيطلع معنا؟ حيطلع معنا الرقم ستة حنحكي له انه رح نعد هلأ ستة كرود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهالكرت السادس وهلأ هنخلي يشوف هو الكرت فرضا انه شاف الكرت هو الآن وحط الكرت هون هحكي له للشخص الامامي انه انا رح اقرأ افكارك وهطلع بعيونك واعرف الكرت اللي شفته هلا انت بس مجرد انك تفكر فيه طبعا الشخص الامامي رح يبلش يفكر بالكرت وحطلع بعيونه هحكي له انه كرتك احمر هيحكي لي صح هرجع احكي له انه كرتك هو قلب هيحكي لي كمان صح هرجع احكي له من جديد انه كرتك هو خمسة القلب لما هفتح الكرت هيطلع هو خمسة القلب هيتفاجأ الشخص الامامي انه كيف عرفت كرته طبعا هو الاختار الرقم بشكل عشوائي ملي داشت للعشرين واختار الرقم خمسة عشر وجمعنا الخانتين وعدينا الكروت وطلع هاله هو الكرت يلي اختاره هو ارادته وانا حسنت اكشفه اقرأ افكاره وهلا خلينا اصدقاي ننتقل لشرح الخدعة اهلين فيكم اصدقائي من جديد طبعا خدعتنا بتعتمد على شغلة واحدة كتير بسيطة اقول اللي هي اني اعرف ترتيب الكرت رقم عشرة يعني لما بدي عاد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هال الكرت هو رقم عشرة سبعة القلب هخلي سبعة القلب محلة وحكي له للشخص الامامي اني راح احكي او راح خربط اوراق اللعب طبعا انا راح اخربطها بطريقة مزيفة يعني راح احمل قبل اخر 10 كروت اخليهم من دون ما اخلطهم ابدا مع الكروت واسحب من المنتصف واخربط الكروت اللعب وحكي له للشخص الامامي انه يختار كرت او رقم عفون من 11 للعشرين وفرضا انه اختار الرقم 13 هحكي له انه راح اعد 13 كرت وهو الرقم اللي يختاروه بشكل عشوائي من 11 للعشرين هعد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش تناش تلاتاش هرجع احكي له للشخص الامامي طبعا اصدقائي الخدع راح تتم مجرد انك تطبق الخطوات وفقط انك تعرف ترتيب الرقم 10 وحكي له بعد ما اختار انه الرقم 13 انه هو مكون من خانتين الى ثلاثة والواحد واذا جمعناهم حيطلوا اربعة هنعدله اربعة كروت هاي ثلاثة وهذا الرابع كرته طبعا وحكي له طبعا انه يشوف الكرت انا مسبقا عرفان شو هو الكرت اللي هو سبعة الكبة طبعا وحكي له انه راح اقرأ افكاره عشان اوهم الشخص الامامي انه انا اعمل له خدعة سحرية وبعرف اقرأ الافكار وحكي له انه كرته احمر وهو قالب وهو رقم والرقم هو سبعة ولما افتح الكرت وحيتاكد انه انا خريت افكاره وكون خدعة الشخص الامامي وتمت الخدعة هيك تكون بنجاح بتمنى اللي يوصل معنا لهذه النقطة اصدقاء انه يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليشوف فيديوهاتنا الجديدة ويوضع لايك وتعليق اكيد لانه تعليقها كتير بهمنا وشكرا للمتابعة اشتركوا في القناة